اشتركوا في القناة تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزى المستمعين وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح فاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم من خلال هذه الساعة الإذاعية لنتمنى أن ننحقق فيها الفائدة المرجوة ونصل وياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد إن شاء الله عموما ما نبتدي معاكم حلقتنا بسؤال المسابقة لكن قبل ذلك نرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد يوسف سعد وفي التنسيق إسراء الهاشمي وفي الإخراج أيمن سرحيل وفي التقديم محدثكم حمود يوسف العلي طيب ما هو النظام الإلكتروني المستخدم لدى المتعاملين مع الهيئة للتعرف على المواعيد والتقارير الطبية وغيرها من المعلومات الصحية الخاصة؟ هل هو صحتي ولا مايشارت ولا سلامتي؟ طيب شو هو النظام المستخدم؟ صحتي مايشارت سلامتي ترسل الإجابات فقط على 4006 4006 نستقبل الإجابات على هذه الأرقام بس طرشولنا بارك الله فيكم الأسم الثلاثي مع الإجابة يعني صحتي أو مايشارت ولا سلامتي ما حد يكتب لي الإجابة الأولى ولا الثانية ولا الثانية لأننا نحن ممكن الخيارات نخربطها يعني بس يكتب لي الإجابة السليمة يكتب لي مثلا سلامتي ولا يكتب لي صحتي ولا يكتب لي مايشارت زي الإسم الثلاثي وإذا بيتكرم علينا بيحط رقم تلفون بعد خير وبركة المسابقة هذه طبعا من اختار في نهاية الحلقة الثانية فايزين معنا بيكون الفايز الأول بـ 500 درهم مقدمة من مستشفى الزهرة الدولي وأيضا الفايز الثاني كذلك بيحصل على باقة الفحوصات الـ VIP يسمونها هم باقة كبار الشخصيات للفحوصات الطبية بمستشفى الزهرة قيمة هذه الباقة تقريبا ألف درهم ألف وزياد يمكن حتى عموما نستقبل إجاباتكم لين نهاية الحلقة تقريبا لين 10-50 دقيقة 10-50 دقيقة فبعدها ما نوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال طيب قبل نمشي على دراستنا خلونا نشوف حال وسائل التواصل الاجتماعي مع الزميلة أسما الجناحي أسما صبحت الله بالخير أسما صبحت الله بالنور واشتروه؟ يا سلام على الطاقة هي على الفرمضان يوم حتي يرمستي ما شاء الله واحد يستانس يقول فيه طاقة مع أنه إذا واحد بسكي يدقي بطي حركة زي ناسة شو عنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ندري أن العموما يعني الناس ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الفطور أكثر من قبل الفطور فخبرينه شو اللي عندنا؟ هذا اللي مسهرن نحن نأخذ دولة عن الأشياء الفارس أمس في غنوات التواصل الاجتماعي من أهمها صحة كلايف نكن نتكلم عن أحد الأمراض الذكرناها أمس معاكم في المعود اللي هو تصالب اللويحي المتعدد حذكرنا بعض المعلومات ونحط أيضا باطر في اليوم العالمي لتصالب اللويحي نحط أيضا معلومات كفيديو توعية عن هذا المرض نحب بس نقول نحن نعيد مرة ثانية الوسم اللي كنتكلم في قبل اللي هو أقوام من التصالب المتعدد وراح إن شاء الله نبدأ في باشر فنتمنى كل المجتمع أن يتكاتفون نحن أقوام من التصالب يعني نحن مع بعض نسهل الأمراض يعني واحد لما يكون مريض وشاكت وخاش وما يتكلم يعاني بروحه لكن نحن كنا كمجتمع نبون نقول لهذا المرضان نحن معاكم ومع بعض نحن أقوام صحيح بعض التغريدات اللي بعض الأشخاص نوه أن المرض اللي يصاب به غالبا أو الأغلب هو اللي في فترة في العشرين و ساتين سنة غالبا يبدن مثل ما عشر سنة فغالبا هم في فئة اللي لوحد توا بادي يبا يكون نفسه فيه أشيء بعد أيضا النصائح الموجودة العامل النفسي جدا مهم لهؤلاء المرضى لأن الضغطات النفسية والحزن ممكن يشبب لهم حجمات فلازم دائما يكونوا عداء ولازم نحن ما نضايقهم وما ينسل عاشيهم ليش مواية العزة وليش مواية المناسبات الحاجينة ذات الإنسان قال أنا ما أقدر أروح مفوض نحن كمجتمع الراعي أي شخص هو أن كان مريض بالتصلب المتعديد أو غير مريض بالتصلب المتعديد هو عموما صحيا ما يقدر صح لم يسمي شرح على الناس صح ما نعذركم بس هو عموما أسمانا اللي يعيبني في معظم يعني ما نشف مريض مصاب التصلب اللويحي وهو إنسان مش إيجابي تحسينهم دائما عندهم طاقة جميلة للحياة عندهم ابتسامتهم دائما على ويوهم ما يحاولون يزعنون ما يحاولون يضايجون كثر ما يقدرون فهذا شيء ينعكس عليهم بشكل إيجابي ويخليهم ناس متميزين في أعمالهم يعني في وظائفهم في أعمالهم هم رجال أعمال مميزين هم موظفين مميزين سواء كانوا حتى في السلك الإعلامي بتشوفينهم مذيعين والمحررين والإعلاميين متميزين يعني سبحان الله رب العالمين أحيانا يبترين بهذا المرض لكن بشكل عام أنت قادر أنك أنت تكون طبيب نفسك وأنك أنت تعالج نفسك بنفسك وين أنك أنت يعني تقدر تقهر هذا المرض بالطاقة التي تبثت في داخلك والتي تأخذها على أساس أن تتحدى هذا المرض رسالتك اليوم رسالتي اليوم يا أخوة المحمود تقول عدد الساعات ثابت عندنا نحن كنا لكن تنظيمك بالوقت هو اللي خليك ناجح ويكون سمم إسباب نجاحك أحسنتي منتاز شكرا لك يا اسمه شكرا يقول هني أم نادية يقول بنت عمي تقصد يعني كاد بنت عمي بنت عمي معها تصلب اللويحي وسبب لها حالة نفسية هي أعراض المرض تكون بهذا الشكل ولكن يعني مفروض أن أنتو تدعمونها قدر الأمكان على أساس أن تتجاوز مثل هذا المرض وبالعكس يعني أنا عندي أنا عارف تقريبا يعني على الصعيد الشخصي أعرف خمسة أو ست حالات وكلهم ناس مميزين كلهم من غير السثناء حد منهم وتجربتهم ما يخجلون منها وبالعكس يشاركونها مع غيرهم من المرضى في شهر رمضان حتى أفضل تمارين رياضية قبل الأفطار ولا بعد أحمد قبل وبعد يعتمد عليك أنت يعني في ناس نقولهم بعد الفطور وفي ناس نقولهم قبل الفطور ليش؟ لأنه يعتمد يعني مرضى السكري عموما نقولهم يعني بعد الفطور أفضل لهم أو قبل الفطور بربع ساعة أو عشرين دقيقة طيب بما أن أنا قاعد أشوف معظم الإجابات غلط أنزين؟ فبحذف خيار منها الحين تابعون الصدق لأنه والخيار لمعظم المستمعين قاعدين يطرشوننا إياه سؤال الحلقة يقول ما هو النظام الإلكتروني المستخدم لدى المتعاملين مع الهيئة للتعرف على المواعيد والتقارير الطبية وغيرها من المعلومات الصحية الخاصة بهم هل هو كأننا حاطين صحتي ولا ماي شارت ولا سلامتي أنا بشير صحتي فبيكون ما بين الخيارين ماي شارت وسلامتي هنزين؟ على أربعة صفر صفر ستة رسلونا الإجابات على أربعة صفر صفر ستة الإجابات ما نأخذها على الإنستغرام أخواني وخواتي على أربعة صفر صفر ستة بالرسالة النصية على أساس أننا نختار الفائز مع رقم تلفونة عموما نطلع فاصل طولنا على الفاصل بعد الفاصل إن شاء الله يعني ما نتعرف على أحد الشخصيات المميزة في هيئة الصحة بدبي يعني عندنا طبيبة مميزة حازت على المركز الأول في الدراجات الهوائية في بطولة ند الشباة الرمضانية ناس فاصلوا رجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قد ملكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لا معبر إذاعةكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أنا ليش أعلق في الأرقام لأنها مهمة دكتورة ندى ودكتورة ندى اليوم قبل البرنامج قلت له والله محمود عندي اجتماع ضروري ما أقدر أطلع وهي تعرف أني أنا بقول هذا الكلام على الهواء عموما أو سؤال المسابقة الرمضانية عندنا ما هو النظام الإلكتروني المستخدم لدى المتعاملين مع الهيئة للتعرف على المواعيد والتقارير الطبية وغيرها من المعلومات الصحية الخاصة بالمتعامل كأننا حاطين ثلاث خيارات شلنا خيار وقلنا ماي تشارت ولا سلامتي ولين الحين ولا إجابة صح صح أيمن؟ ولا إجابة صح لين حين وصلتني فاللي طرشوننا يعني نقولهم من إجاباتكم غلط هذا النظام والتطبيق هذا اللي يعطيك تفاصيل لك أنت المواعيد والتقارير الطبية اللي هو أصلاً ملفك الطبي شو هو؟ ماي تشارت؟ ولا سلامتي؟ على أربعة صفر صفر ستة نسحب على ثنين فايزين واحد بخمسمائة درهم والثاني بيفوز معانا إن شاء الله بباقة الفحوصات الـ VIP المقدمة من مستشفى الزهرة بدبي السلام عليكم رحمة الله وبركاته كيف الحال؟ عندي شكوى على قسم المشتريات وعيادة المسالك البولية أمس قدمت شكوى بس ما طرشوني رقم الشكوى طيب عبد الله طرشني بارك الله فيك على أربعة صفر صفر ستة الشكوى ورقم تيلفونك ورقم الشكوى إذا ما عندك وعلى طول بخليهم ياخذون بعد البرنامج يتصلون فيك ديركلي وليش ما تتصلوا بعد ما نشوفهم ليش ما تتصلوا هيئة الصحة توفر يعني كل سبل الرعاية والعناية الطبية الفائقة والخدمات الصحية المتنوعة للمشاركين في بطولة ناس الرمضانية وتحرص الهيئة كذلك على التواجد بقوة وفعالية في هذه البطولة سواء من خلال تأمين الفعالية صحيا وأيضا من خلال الموظفين المتميزين عندهم في هذا المجال واللي أصلا هم ناس رياضيين يحبون الرياضة ويشاركون في هذه الرياضات التي تكون فيها فئات كثيرة من هذه البطولة نحن نتكلم عن مشاركة الهيئة ودورها ووجودها معنا في الستوديو الأستاذ حمزة عباس مدير الأنشطة والفعاليات الرياضية في الهيئة صباحك الله بالخير حمزة صباح النور أهلا محمد لكن اليوم اسمح لي حمزة أنا أبغي أركز وأحتفي بأحد الموظفات المميزات عندنا في الهيئة واللي هي رياضية من الدرجة الأولى دكتورة مهناز الكمالي فايزة بالمركز الأول في الدرجات الهوائرية في بطولة ند الشبه صباحك الله بالخير دكتورة صباح النور دكتورة أبتدي معاك لأن حمزة ما شاء الله يعني شريكنا في البرنامج وانتي أول مرة تطلعين معانا في الحلقة فعشان شي نبغي اليوم نحتفي فيتش أكثر لأنه إنجاز جميل لأول شيء إنجاز لمواطنة هنزعين البطولة فيها الكثير من المشاركين من مختلف الجنسيات وكانت بطولة ساخنة بعد كذلك فأنت فيستي بهذه البطولة بهذه الميدالية الذهبية نبغي أول شيء نتكلم عن عن المشاركة هذه كيف شفتيها بالنسبة لك الحمد لله أول شيء يقول أن الحمد لله أنا الله وفقني وحصلت المركز الأول والمركز الأول ما كان يعني ما يتبسهه لصراحة كان يعني يبغي لترتيب وتجهيز يعني من قبل مشاركتي في هذه البطولة هي أول مرة أني أنا أشارك في بطولة ندي الشبا كان ودي أشارك بعد السنة لطافت لكن في ظروف ملعتني فكانت هذه فرصة جميلة أني أنا أشارك السباق كان يعني صراحة فيها منافسة جدا قوية المستوى كانت جدا عالية والعدد كان كبير يعني أكبر من العدد اللي أنا توقعتها صراحة فأنا الحمد لله يعني أفتخر أني أنا فست بالمركز الأول في فئة المواطنات والحمد لله أن الله قدرني على الفوز دكتورة أنت طبيبة شو؟ أنا طبيبة أسنان استشارية أمراض اللتة والجراحة اللتة وزراعة الأسنان نزيل الحين أبغي أتكلم عن ما شاء الله يعني نجنتي ماسك الهواية مالتش الرياضية وأيضا المسار الطبي والمهني مالتش المميز كذلك فأبغي أعرف شو علاقة السيكل بالأسنان ما في علاقة طبعا لكن أنا يعني أهوي الرياضة من الصغر صراحة يعني ودائما أحب أدور في الرياضة الأشياء اللي فيها تحديات فدايما أمارس الرياضة بشكل شخصي وكانت دائما أمنيت أني أشارك في سباقات وأشياء فيها سباقات فيها تحدي أكثر لكن طبعا مع مهنة الطب الموضوع يختلف شوي لأن الوقت يكون ضيق فكنت على طول فتت الدراسة وفتت لنا دراسة خارج الدولة ففتت الدراسة وبعد الدراسة وتخصص حاولت قد ما أقدر أن أمارس الرياضة فلما وصلت الحمد لله مرحلة الاستقرار في الاستقرار المهني فاستويت عندي فرصة أكبر شوي أني أركز في الرياضة وفي الأمور الأحبة أهني أريد أن أتكلم عن هيئة الصحة الأجواء الموجودة في هيئة الصحة وما عليك من حمزة حينيالس حدارة لكن يقول لي اللي تبغي أن تقول لنا هل بالفعل كانوا دعمين لك من خلال المشاركات هذه اللي أنت دخلتها ولا تبغين هم يعني يدعمونك أكثر ولا هم مقصرين في شيء خبرينك الصراحة يعني أنا بديت مع هيئة الصحة في فعاليتين أو ثلاث فعاليات رسمية الفعالية الأولى كانت دراجات بعد سباق الدراجات في عام زايد وكان فيه دعم جيد أصلا من الهيئة لتنظيم الفعالية غير شيحت على المستوى الشخصي يدعموني على أساس أني أشارك فيه والفعالية ثانية كانت فعاليات الألعاب الحكومية والدعم كان جدا جدا قوي في الألعاب الحكومية لأنا ولزميلاتي اللي كانوا معاي في المجموعة شاركت مع فريق النساء ما شاء الله وتأهلت وأعتقد للمراحل النهاية فصراحة يعني دعم الهيئة كان جدا قوي هاي السنة صراحة أنا ما عندي أي معلومات عن دعمهم للمجموعات الثانية خلينا نشوف حين نسأل حمزة شو الدعم اللي تقدمونه دائما لوظفي الهيئة ما شاء الله يعني السنة هذه شفنا شخصيات رياضية كثيرة قاعدة تدخل وشفنا العديد من البطولات فكلمنا عن المجالات المشاركة في هذه البطولة الخاصة يعني بطولة ناس وأيضا البطولة بشكل عام في رمضان وشو الأشياء اللي حاطينك لجنة رياضية ونحن ناخذها على عجالة لأننا نريك جدا بالتفصيل بعد ما تخلصون يعني ناخذ التفاصيل كلها من كل البطولات بسم الله الرحمن الرحيم شكرا ما تعرف محبوظ نحن في هيئة الصحة بدعم المسؤولين الموجودين في الهيئة أن نشارك في جميع فعاليات التقام في مدينة دبي وبالتالي نحن السنة الحمد لله مشاركين في فعالية ناس بصورة قوية في درجات الهوائية اللي شاركت أخت مهناس وشاركنا لا يعرف اسمه جفايد لأ لأ دايما يهي ويقول عندي أنا موظفة ومميزة بالرياضة وكذا وغيرها ومشاركين في تحدي الليلي إن شاء الله 31 والخميس بفريقين حوالي 18 فريق رجال ونساء وألا؟ بندة وفي فردي بعد مشاركين شباب وفي مشاركين في أصحاب الهمم كرة السلة بعد مشاركين أنا بارك الله فيك يوني قالوا لي تعال ديش فردي في التحدي الليلي قلت له وين يا شمعت الخير هذا كوغل أيام الشباب صعر صعر شوي وبالتالي في الدائرة الحمد لله نحن حصلين دعم كبير من معالي حميد القطامي وهو دائما على السؤال عن الاستعدادات اللي نسويه دائما وبالتالي الأخوات والأخوان اللي شاركون بخصوص التفرغ اللي يبون أو شي يبون معالي ما يقصر وحتى إداراتهم متعاونين ويانا إدارة الأسنان ودكتورة منال تريم دكتورة حمدة يعني واحد لازم يقول لهم كلمة شكرا يعني بخصوص دعمهم وموافقاتهم في تغيير دواماتهم في أي شيء وبالتالي الحمد لله محصلين دعم كافي ونحن نشجع الخوات والموظفين وموظفات بمشاركة في مثل هذا بفعاليات شوف نحن نفتخر لما يطلع عندنا فايز في الهيئة بشكل عام والفرحة تزيد عندنا لما يكون الفايز هذا من مواطني دولة الإمارات من موظفين المواطنين يعني نفرح أكثر لأنه نعدي مثل إنجاز كبير لنا بهناز أنا برجع بتكلم عن يعني الخط اللي انت ساير فيه بالنسبة للرياضة وأيضا الأشياء اللي يعني تخططي لها للمستقبل شو تبغي أن توصلي لها؟ بالنسبة للمستقبل وتخطيطي بالنسبة للرياضة حاليا تركيزي كان أكثر شيء على دراجات الهوائية والحمد لله النتيجة ترحلها رياضة أنا أحبها أنا مارسة أصل النتيجة اللي يبتل بارحة يعني شجعتني أني حاول أطور من مستواي أكثر وإن شاء الله ناوي أني أدخل سباقات أقوى إن شاء الله في المستقبل شوفوا شو منتخب الإمارات مثلا إن شاء الله إذا الله قدر إن شاء الله يا رب نحن بالعكس نتمنى يعني نتمنى أيضا دعم الهيئة لهذه المواهب الرياضية عندنا حمزة عموما نحن نكلمون اتحاد الدراجات نور الجسمي وأخ رئيس الاتحاد يضمون مهناز معهم في اتحاد الدراجات ويشاركونا يعني ويدربونا أكثر هم يتحملون مسؤولية تدريبه وهذه السوالة أكثر بالإضافة نحن شكرا ما قلت في البداية لو تتذكر نحن ندور وحدة مواطنة تشاركنا في أي لعبة بس ما شاء الله الحين كل ما يوم يزيدون زيادة وعننا الأخوات اللي بيسافرون شهر سبعة في جبال تسلق جبال نحن نشكري لك حمزة وللأمانة يعني أنا أقول كلمة حق في هذا الريال لأنه كانت عندنا الأنشطة الرياضية قبل يمسك حمزة كانت موجودة لكن مش بهذه الاحترافية وهذه الدعم اللي دايما يسعني وفره فكلمة شكر نوجه لي أستاذ حمزة عباس مدير الفعاليات الرياضية في هيئة الصحبة دبي وأصلا هو إنسان رياضي ولاعب يعني نادي الأهلي سابقا نادي الأهلي ها دكتورة يلا أنت شو شجعين فمش مالي الرياضة وهالكلام صراحة يعني هالكلام غلط غلط بي بليبي لأن الرياضة ما لها عمر ما لها عمر صح وكل واحد لازم يشجع نفسه أن يمارس الرياضة يعني الرياضة الصحة صح والكلمة الأخيرة هي لكل زميلاتي في هيئة الصحة أو بشكل عام في أي دائرة حكومية أن يشجعون نفسهم أن يحاولون يمارسون الرياضة قد ما يقدرون يحاولون بعد أن يشاركون في الفعاليات التي تنظمها الحكومة لأن الحكومة ما شاء الله مش مقصرة معنا والواحد لازم يشكر في شيوخنا لأن دائما مشجعين الرياضة ويوفرون الفرص بشكل كبير فلازم نستغلها الفرص وإن شاء الله الله يقدرني وأمثل الدولة فيه إن شاء الله يا رب هذا ووفروا لك الدعم إن شاء الله شوفوك في منتخب الإمارات للدراجات الهوائية نحن سعيدين جداً كنا في هذا اللقاء كانت معنا الدكتورة مهناز كمالي الفائزة بالمركز الأول في الدراجات الهوائية في بطولة ند الشبه دكتورة أنا ملاحظة أن تنتي دائماً أي حد شوي لتشف اسمت على طول تعطينا الاسم فيعطيتي العافية إن شاء الله اسمت ما شاء الله الحين كتب بحروف من ذهب وإن شاء الله شوفها على الصعيد الدولي والعالمي إن شاء الله وإن شاء الله كل الجرائد تقطيتها تمام جرائدنا اليوم لا تستاهل مدام بنت البلاد وحققة إنجاز ونتمنى هذا الإنجاز يكون دولي إن شاء الله لحوائد فرحانين فيه شكراً لكم من أطلع فاصل بعد الفاصل منذكركم بسؤال المسابقة أخواني وخواتي وبدأت تتينا إجابات صحيحة فاصل وراجعين تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة نسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة عندنا سبع دقائق تقريباً على استقبال الإجابات على السؤال لحلقة اليوم يقول ما هو النظام الإلكتروني مستخدم لدى المتعاملين مع الهيئة للتعرف على المواعيد والتقارير الطبية وغيرها من المعلومات الخاصة بالمتعامل هل هو مايشارت ولا سلامتي على أربعة صفر صفر ستة وطبعاً ما نسحب مع نهاية الحلقة إن شاء الله على ثنين فايزين معنا الأول بيفوز بباقة الـ VIP للفحوصات الطبية باقة الفحوصات الطبية لكبار الشخصيات في مستشفى الزهرة بدبي قيمة هذه الباقة تقريباً ألف درهم وأيضاً الفايز الثاني بخمسمية درهم كاش مقدمة من مستشفى الزهرة الدولي أو مستشفى الزهرة بدبي إذن على أربعة صفر صفر ستة سبع دقائق وما نوقف استقبال الإجابة على هذا السؤال أيضاً مستمعين من أكثر التساؤلات التي تردنا في هيطة صحة بدبي والتي دائماً ما يتلقاها خصائي التغذية في الهيئة هي السفسارات التي تتعلق بالصيام وأثر على الأشخاص التي سووا عمليات قص المعدة وهنا نحن أثرنا أن نحدد موضوعنا في هذه الفقرة عن هذه التساؤلات معنا لأخة عبير عبدالله أسقول وهي خصائية تغذية العلاجية في أية الصحة بدبي صباح تلر خير صباح النور عبير يعني واحد أسئلة تردنا في هذا الموضوع فنحن أول شيء نريد أن نتكلم عن نعطي فكرة عن حالة الأشخاص التي سووا هذه العملية أصلاً قص المعدة في الأيام العادية بعيد عن رمضان ما حالتهم هي تكون؟ هلأ هي إجمالاً أصلاً بعد عملية قص المعدة المريض بالكميات التي يستطيع معدته تستوعبها تكون كثير بسيطة عبارة عن شفات صح فما فينا نعتمد على وجبة أو وجبتين أو ثلاث مليون لأنه هو الكمية اللي بيأخذها بمرة واحدة عشرة أو عشرين ملي بتكون فلازم دائماً منخبرهم أنه يعتمدوا على وجبات صغيرة ومتعددة بأول فترة بعد العملية كل الصاعة حتى ياخدوا شفة لحتى يقدروا يوصلوا لجزء من حاجاتهم اليومية أوكي أوكي فهن بيكونوا يعني شوي بوضع حساس خاصة بالصيام أنزي يعني أنتوا ما تصبحون ومصومون ولا شو؟ هلأ هو مبدئياً المعايير الدولية بتقول سنة بعد العملية سنة ما يصوم سنة ما يصوم هلأ الأطباء عادةً المريض لازم يستفسر من الدكتور عشان القطاب وعشان الجرح بالمعدة الحموضة اللي بالمعدة بتزيد طول ما طولنا الفترة اللي بيكون فيها صايم الشخص قرر أن يصوم ننزين هل يعني تفرض عمليات القص هذه نوعية محددة من الأكل وطريقة معينة تتأمل؟ هلأ شوف يعني على القليل ستة أو ثلاثة شهور أقل من هيك ما بيقدر ما يقدر يصوم صعب أصلاً هلأ بيكونوا حاسين بدون الصيام بوهن وتعب ومش قادرين يتحرك فكيف لو بيقلل الساعات اللي بيأكل فيها هلأ من ثلاثة شهور إلى ستة شهور إذا كان وضعه تمام وعم يأكل كميات يعني نوعاً ما مناسبة فيه بلش يصوم بس يحاول مثلاً يقلب ساعات النوم يخليها أكتر بنهار عشان يبقى صاحي كل الوقت اللي فيه يأكل فيه ويأخذ نفس الشيء مثل ما قلناك واجبات صغيرة ومتعددة بفي شيء اسمه عنده إفطار وصحور بس ويضع خلال فترة كلها اللي صاح فيها يحاول لو كل نص ساعة ساعة يأخذ كمية بسيطة ممتاز بالنسبة للآثار السلبية لهذه أو المخاطر المختلفة اللي الواحد ممكن يتجنبها بالنسبة اللي بيسوين عمليات القصة هذه في رمضان شو المفروض يسوونها شو الأثار السلبية للمتوقعينها نحنه كيف ممكن يتجنبها وشو الأكلات اللي لازم يأخذها يعني على أساس أنه إذا قررنا يصوم في أقل من الفترة هذه اللي انت ذكرتها اللي هي سنة وعادة يعني اللي مسونا أكيد رح يصوم رح يصوم ومع محد بيسنة محد رح يفطر إجمالا إذا صار عندهم وجع ومراجع أو شيء لازم يراجع الطبيب أكيد ممتاز طيب شو المفروض يسوي مفروض يسوي مثل ما قلنا بيأخذ وجبات صغيرة متعددة بده يبتعد عن الأكل اللي فيه وجبات شو مثل شو الأكلات المدهنة اللي فيها دهون يبتعد عنها أصلا هي بتعمل تلبك للشخص العادي للشخص العادي حتى لو مش صايمين ما بيقدروا يتأخدوها وتحملوها الأشياء العالية بالسكريات يعني العصائر اللي كلها سكر المشروبات هاي اللي بيشربوها عادة الناس برمضان بدون يحاولوا ياخدوا أشياء صحية ممتاز هن بياخدوا كميات بسيطة يكون فيها شي مفيد أوكي وبنفس الوقت مثلا الأشياء اللي بتعمل غازات وانتفاخ هاي بدون يبتعدوا عنها نهايهني أساسا صعب عليهم هاي الأشياء حتى بدون صيام بدون صيام صعبة يعني بنخبرهم حتى لو ما فيه صيام بتعدوا عن الأشياء اللي بتسبب غازات حموضة الأشياء اللي فيها كتير ليمون اللي فيها كتير بهارات يعني الفول زين حقهم ولا؟ الفول زين حسب أي فترة على السحور مثلا إذا مثلا معدين ثلت شهور أوكي إذا معدين ثلت شهور زين غيرة شو بقى؟ بأول فترات بعد العملية لا ما فيهم ياخدوا فول البقوليات عموما يدون طيب غيرة شو اللي إشياء؟ نعملوا بياض البيض أجبان قليلة الدسم حليب قليلة الدسم موز زيوم قلية الدسم تقولي أجبان قليلة الأدب لا قليلة الدسم بس غيرة شو قلنا حليب مسلا موز زا كورنفليكس قليل السكر ما فيه مضاف فيهم ياخدوها الشي يعني خفيفة طيب النصايح العامة في مثل هذه الحالات نحن شو ممكن نعطيهم نصايح عامة الدكتورة يعني بالنسبة لي اللي يعني عدوا فترة معينة من العملية نحن ما نتكلم عن اللي ثلاثة شهور اللي أقل من ستة شهور لا اللي سواوا أكثر من ستة شهور أحين شو ممكن نقول لهم؟ بدنا نقول لهم أنه العملية هي مش سحر ما بتحافظ على الوزن مدى العمر النظام الغذائي واللايف ستايل أو اسلوب الحياة طبعا المريض هو اللي لازم يتغير هي فرصة تخليك تتعود على النظام الجديد فبدنا نبتعد دايما عن الأكلات الغير صحية غنية بالدهون السكر الممارسة الرياضة لازم يبلشوا بعد العملية بفترة أنا بقول لك شي هذه نقطة أنت مهمة أثارتيها اللي هي مسألة أن اللي يسوون العملية شفنا حالات كثيرة أوكي سوى العملية نزل بيرجع برجع مرة ثانية نزوط لأنه هن نفكرين أنه العملية هي بس الشغلة اللي بتنزل الوزن هي بعد العملية فترة لتعود الجسم على نظام حياة جديد نظام غذاء جديد وتبلش رياضة بساعدك لنزول الوزن الكبير أنه يبلش رياضة بصير شغل البايشنت بعدين المريض مش شغل العملية نحن بس دكتورة يعني منوقف استقبال الإجابة على سؤال حلقاتنا اليوم اللي هو ما هو النظام الإلكتروني المستخدم لدى المتعاملين مع الهيئة للتعرف على المواعيد والتقارير الطبية وغيرها من المعلومات الصحية الخاصة فيه لو تقريبا الملف الطبي الإلكتروني ما له هل هو ماي تشارت ولا سلامتي شو الجواب؟ أنا؟ اختبار إلي مش عارفة صرح أفا نحن نشتغل على سلامة بس ما بعرف الفايشنت شو بيشو نحن اللي هو ماي تشارت ماي تشارت لأنه الإجابة السليمة واللي من خلالها نحن ليش خذنا هذا السؤال؟ لأنه بالفعل كثيرين ما يعرفون هذه المعلومة أنه في تطبيق اسمها ماي تشارت اللي من خلاله ممكن حتى المواعيد وكل الأمور الخاصة بالملف الإلكتروني ما لا ممكن يتعرف عليه من خلال هذا التطبيق إذن لينما يختارون إن شاء الله أسماء الفايزين معنا في حلقة اليوم نكمل معنا الدكتورة شو اللي تبغين تقولينا بالنسبة لرمضان ومرضى عمليات قص المعدة؟ نعرف أنه صيام فرض ولازم كنا نصوم وابدنا نفتي بس أحياناً إذا الواحد بحس بتعب بحس بوهن بحس بدوخة لازم يعني لعنا رخصة سبحان الله إنه إذا الواحد ما بيقدر صحيح وإذا حسوا بتعب أو وهن أو مثل ما قلت وجع ألام بالمعدة أكيد لازم يراجعوا الطبيب المختص ودائماً يرتبعوا نظام غذائي صحي ويهتموا كتير بشرب الماء زي خليسوا نظام الغذائي ما لهذا إذا بيسوي نظام غذائي كما سير سوى العملية لا ما هي بعد العملية أساساً ما بيتحمل دكتورة أول فترة لأن أصلاً حتى قبل لسوي العملية يمشونك على النظام غذائي نحاول معهم تحاولون تنزلون أقصى كمية من الوزن على هذا الموضوع بس مش كل المرضى بيتتبعوا هذا النظام ترى هذه المشكلة لأننا نتكلم يا جماعة الخير هذه المشكلة لنحافظوا على الأكل التي تأخذونها بس هو بعد العملية يعني تقريباً أول سنة ما بيقدروا هن يتحملوا دهون بيرجعها ايه والكميات كتير صغيرة فهاي فرصة أنه يتعود على هالشي عشان يكمل عليه بعدين والله شو اللي يقول أن أسمعت نسيت والله صيام أثر علينا هي في مثل يقول يعني يعني عنده تقريباً فرصة شهور أو سنة أنه أنت ما بتقدر تأكل شي مش صحيح على قولتكم بتمفخ بفي أربع مخرومة أو شي ايه مقطوعة عموماً نحن الدكتور نحن نتمنىكم إن شاء الله التوفيق شكري لك وقتك اللي قضيته معنا وإن شاء الله نشوفك في الأيام القادمة نطرح العديد من المواضيع الثانية خصائية التغذية عبير عبدالله عسقول طبعاً لماذا أنا هذا لأن كاتبين الاسم غلطة عندي فأسبتها يقولها الفائزين معنا بحلقة اليوم الفائزة بـ 500 درهم كاش مقدمة من مستشفى الزهرة الدولي عندنا فاطمة إبراهيم الأسمر ألف مبروك فاطمة إبراهيم الأسمر وعندنا اللي فازت بباقة الـ VIP للفحوصات الطبية في مستشفى الزهرة بدبي سارة سامر بدر ألف مبروك لفاطمة إبراهيم الأسمر وسارة إبراهيم بدر مبروكين وصلنا معكم مستمعين لفتام حلقتنا اليوم كل الشكر لزميل يوسف سعد كان معنا في الإعداد شكراً لتشسراء الهاشمي كانت معنا في التنسيق شكراً لك أيمن سرحيل وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد أه أوكي عبدالله يقول أخ محمود ضرشت الرقم أتمنى حد يتواصل وياي بشوف إن شاء الله حصل المسج وعلى طول لأنه حين ما طلع لي أنزين ما طلع لي المسج إذا ضرشت على الخاص في الإنستقرام بحاول أطلعه أنزين أمنوا بعد عموما سامحونا إذا يعني عدينا على رسالة ما قريناها حتى نلقاكم في الغد سامحني أيمن أولنا حتى نلقاكم في الغد نتمنىكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي